شغال مع كابتن باسوني كويس جدا ومرة واحدة كابتن باسوني ميشي وبعكية رجع تاني وبعكية الأداء ابتدأ يتحسن ايه اللي اختلاف ما بين كابتن عبد الحميد باسوني في المرة الاولانية ومرة التانية هل اختلاف هل رجع بشخصية مختلفة بشكل مختلفة ولا هو هو لا بص يا كابتن انا كنت مش موجود في الفترة الاولانية انا كنت في الاتحاد السكندرية يعني انا جيت مع كابتن طار العاشر هو اللي طلبني والعميد احمد المهدي ساعتها اول لما كان الزروف في اول سبعة موتشة احنا متعدلناش غير موتشة كل خسارة اه كل خسارة بس كان فيه اسباب اسبابها اللي هي فيه بعد موتش الاهلي في الكاس مصر اللعيبة كلها حوالي تسعة لعيبة اساسيين جالهم كورونا كان كابتن طارق الله يكون في عنه طبعا كان بيلعب ناشئين والعيبة مختارمة بس ما خدوش لسه ما خدوش خبرات خالص اه لسه ما خدوش خبرات خالص ايه ساعته دي كانت المشكلة ساعتها كابتن عبد الحميد بسيوني جي الكيمياء بتاعته ماشي مع اللعيبة طلاعي الجيش هو كابتن عبد الحميد بسيوني طبعا مدرب محترم ومدرب بيريح اللعيبة نفسيا وبيلعبنا كورة وما تخافوش ولعبو وهو دي كانت الميزة اللي كانت موجودة فيه اللي خلت اللعيبة وكمان اللعيبة لما رجعت من كورونا يعني كان اول موتش لكابتن عبد الحميد الزمالك بس هو جي قبلها بيوم لكن ما تحسبش يعني لي وبعد كده هو خد الفريق من ساعته ما خسرناش خالص غير حاجات قوله يا لعوية جابينا واحد واربعين بونت تفرقت على بسيوني بيلعب أو لا؟ أنا كنت بشوف أهدافه على الكلب ينزل فيديوك كده قولت له تقوله انت لو بتاع لعب دلوقتي كنت طلبت خمسين مليون على كده والله العظيم شوفت يجوان فعلا غريبة كان لعيب كويس أماله ليه صحيتك دي كان لعيب كويس بسيوني منتخب العسكري منتخب العسكري كانوا بيقولك كل ماتش يجيبوا 8 تجوان 7 تجوان ومتلعبوش حد قال لي أولله كان هما اللي دين صحة كفرة جدا يشمون طب إذا أسألك لما بتجيب جول في الفرق اللي انت بتلاحب فيها المختلفة بتحتفل بشعار النادي الزمالي وده بيزعل الأهل أوية منك أنا عملتها ماتش عملتها ماتش الأهلي كنا خسرين واحد سفر والحمد لله جبت جوانية التعادل في الأهلي عملتها عشان كنت عارم من نادي الزمالي وأنا كده زمال كاوي وبحب النادي وساعتها الماتش ده لو كان خلص تعادل كان خلاص الفرق ما بينه وبين الأهلي كان مفيش فرق فرق ابناط ده كان حاجة تفرحني تساوي في النقاط آه يعني كان دي كان حاجة تفرحني اللي أنا برضو عمل حاجة للنادي اللي أنا كنت طالع منه عارم اللي هو بيتي نادي الزمالي وده كان حاجة تفرحني يعني مش حاجز عليا وتعرضت بعده بقى للمضايقات بس أنا أنا كده كده يعني أنا بحب مش بحب الشو لأ أنا بحب ألعب تحت ضغط أنا بحب يكون فيه جمهور مثلا بحد إن شاء الله ده مسلم جمال لأ بغلى أكتر يعني أنا بحب كده عادي جمال ده البنزين بتاعي آه ده البنزين بتاعي ما تدهيش لا لا مش شايف الكلام ده خالص خالص ولا بشوف حتى الحمد لله من معصم أنديها لعبتي فيها أنديها جمهرية يعني لعبت الحمد لله اسمعيلي لعبتي التحاد وإن شاء الله المصري المسم ده وابل كده زمانك